موسيقى اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء من قناة الجسر الفضائية سقط اكثر من 17 شهيدا بينهم نساء واطفال في مدينة الرقب مجازر لطيران العدوان الروسي جراء قصفه احياء سكنية وتجمعا مدنيا قرب مسجد عقب خروج المصلين وتسببت الغارات ايضا باصابة اكثر من 35 شخصا بعضهم في حالة خطرة استشهد اربعة مدنيين وجرح اخرون بغارة للطيران الحربي على بلدة الغسانية بريف ادلب الغربي وتعرضت بلدة الهبيط في الريف الجنوبي لغارة مماثلة على صعيد اخر خرجت مظاهرات في مدن معرة النعمان واريحة وصراقب ومناطق اخرى في جمعة ثورة الكرامة طالب المتظاهرون خلالها بتوحيد الفصائل واسقاط النظام في حلب استشهد ثلاثة مدنيين في بلدة بزاعة بريف حلب الشرقي بغارات لطيران النظام الحربي كما سقط شهيدان في قرية النجار بالريف الجنوبي جراء القاء الطيران المروحي براميل متفجرة على المنطقة فيما طال قصف مماثل بالبراميل المتفجرة بلدة بيانون وقرية زيارة شن طيران العدوان الروسي عشرات الغارات على مدينة تدمر بريف حمص الشرقي ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى مدنيين كما قصفت قوات النظام بالمدفعية والصواريخ احياء المدينة في حين سيطر تنظيم الدولة على جبل البارد قرب مدينة القريتين بعد هجوم على مواقع قوات النظام في المنطقة والى دمشق دمر الثوار مدرعة للنظام وقتلوا ستة عناصر باشتباكات بين الطرفين على جبهة المرج بريف دمشق في حين استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرية عين الفيجة بالريف الغربي وطال قصف بالرشاشات الثقيلة احياء مدينة معظمية الشام هذا وخرجت مظاهرة في مدينة دومة طالبت باسقاط النظام والافراج عن المعتقلين في خبرنا الاخير شنت طيران الحربي غارات على الاحياء المحررات في مدينة دير الزور وطالت غارات مماثلة محيط المطار العسكري وبلدة المريعية في الريف الشرقي من ناحية ثانية قامت قوات النظام بحملة اعتقالات بحق الشبان في حياء الجورة والقصور بهدف تجنيدهم في صفوفها والزج بهم في المعارك ضد تنظيم الدولة نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة